لكن اليوم المادة 41 من قانون العراقي اللي تعتبر حافز لممارسة العنف ضد النساء أو حتى تأديل الزوجة والآباء والمعلمين بتأديب في حدود الشرع والقانون هاي المادة حتى منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية يقول لك هاي المادة المذكورة في الثفاظة يساء استخدامها يعني مقيدة بالمسألة نرجع على موضوعنا الأولي وهو يجب أن تكون هناك ثقافة قانونية وثقافة مجتمعية أيضا لدى الفرد حتى يصبح أو حتى يعرف حدود التصرفات اللي يتصرف بها وأيضا هناك بعض التصرفات غلوب بهذه التصرفات هناك مواد قانونية نحن نرجع أن نتحدث عن زيادة الوعي في عملة التنشئة الاجتماعية وزيادة الوعي في المواد القانونية وزيادة الوعي في الثقافة القانونية كل هذا يعطينا أنه حافز ويعطينا أنه نقدر نقول أداة أيضا سلوكية جيدة جدا في التصرفات التي تصدر من قبل الأب والأم وتجاه الأطفال وأيضا هناك التصرفات الأخرى التي تؤدي إلى البناء المجتمع الصحيح نحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج هدفنا هو وقائي تثقيفي وأيضا إجرائي نقوم بهذه الأعمال في سبيل أنه الوصول إلى السلم المجتمعي والوصول إلى مجتمع وأسرة جيدة جدا في عملية التنشئة المجتمعية وأيضا لها بصمة في البناء المجتمع الصحيح